بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حشد عسكري أمريكي كبير فعلا ومعدات وبواخر وطبعا أنظمة قتال حديثة كلها مع 3000 جندي لدعم الأسطول الخامس المرابط في البحرين في الخليج العربي والسبب على الأرجح أن أمريكا خايفة من أن إيران تغلق مديق هرمز وده بيعد منه ممكن ربع النفط العالمي تقريبا ولو أغلق يا أبو الشباب يعني معناها هيحصل عجزة حوالي 25 مليون برميل بترول كل يوم مش هيقدر يخرجه وبالتالي أسعار البترول هتطلع بشكل جنوني فعلا جنوني بمعنى الكلمة فما بالك أن أمريكا بتصرخ لما البترول بيطلع دولار واثنين وخمسة فما بالك لو طلع بقى 300-400 دولار ويمكن أكتر من كده لأنه البترول لو نزل بتخفيض أو منع 25% منه أنهم يغدروا مياه الخليج هتبقى الأسعار لا تطاخ بمعنى الكلمة ده في هذا الإطار بس خد بالك الموضوع له أبعاد هي أمريكا بتعمل كده للوقت أول حاجة ممكن بسبب ضغوط سعودية واحد يقول لك قبط اللطيف أنت طول عمرك بتقول على السعودية ليت مجرد كل بحراسة للأمريكان أقول لك العالم بيتغير يا أبو الشباب واستفادوا من الصراع العالمي وهددوا الأمريكان بالتقارب مع إيران وأنهم يروحوا في صف الصين ويروحوا في صف الروس والدنيا دخلة وبعضيها دخلة جمدة فهناك زوايا كثير لازم أشرح حالك فلازم تركز معايا وإوعى تنام مني تابعوني على تويتر لو سمحتوا على فكرة أنت هتلاقي شيء بيحصل أحب الفط نظرك لي تلاقي أن الدول بتعمل حجد عسكري جامد وبتصعد اللهجة بشكل كبير وبعدين أنت تقول خلاص الحرب على الأبواب وبعدين متحصلش حرب إيه هو السبب؟ السبب أن الطرف الضعيف فيهم والأقل استعدادا بيبدأ يقدم تنازلات عشان الأمور تمشي وما تندلعش الحرب أو أنه لو حساباته غلطت يا أبو الأبطال أو لو أن الطرف الأقوى حساباته غلطت وظن أنه هو يقدر يحسم عسكريا ويحسم قصاد خصمه وقصاد من يدعمون خصمه في الحالة دي بتندلع الحرب لكن الوقت الحسابات في منتهى الدقة والأعداء بينصحوا بعضيهم وبيعملوا عمليات رضعوا قدام بعضيهم عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر هو العدو نفسه مش عايز إيه؟ مش عايز حرب لأنه هو يقول لك للنهاردة لو كسبت هكسب آه بس هضعف وبعد كده هيجي اللي هيطمع فيها وهيحربني ويكسبني لأنه هم متعلمين كويس آه من الحرب العالمية الأولى ومن الحرب العالمية الثانية والخيانات كانت مشت زي أعتقد دول حربين فعلا جادرين بالدراسة اللي عايز يفهم سياسة يفهم الخيانات اللي حصلت في الحرب العالمية الأولى والتانية وخلينا نتناول الصراع في منطقة الخليج الوقتي في أزمات كتير في أزمات كتير فعلا الموضوع ده مرتبط بأحداث السودان ومرتبط بأحداث اليمن ومرتبط بالأحداث كمان في شرق البحر المتوسط ومرتبط بأحداث إن أمريكا عايزة تخضي على الأذرع الإيرانية اللي خارج المنطقة بتاعتها على الأقل اللي في المناطق البعيدة زي لبنان لأنه لو سخت في لبنان هيسقل بعدها في سوريا على طول أتحدث عن النفوذ الإيراني وطبعا هو عامل إزعاد كبير جدا للعرب بشكل عام لكن عامل إزعاد كبير جدا كمان للأمريكان طيب إيه اللي جد ما الموضوع ده لي ممكن فطلة طويلة بضع سنين إيه اللي جد الوقتي وخلى أمريكا تتحرك هقولك يا أبو الشباب ولازم تركز معايا عشان الكلام الجاي ده مهم جدا وتعرف إيه الفرق ما قبل بضع سنوات والآن أهم شيء جد في الفترة الحديثة وما كانش موجود قبل بضع سنوات يعني قبل الـ 2016 مثلا ما كانش موجود هو أن الصراع العالمي استعر واستعر بشكل كبير بسبب فشل انقلاب العسكري في تركيا وبالتالي روسيا بقى عندها القدرة أن هي تخرج للبحر المتوصد بشكل آمن برغم أن هي قبل ذلك كانت محبوسة في البحر الأسود وما تخرجش إلا بإذن أمريكي فترة طويلة يا راجل عشرات السنين الموضوع ده منعكس على المنطقة دي بس دلوقتي اللي حصل أن السعوديين أو الإدارة السعودية بدأت أن هي تتقارب مع روسيا ومع الصين طب لماذا وعشان إيه ما هو الأمريكان كانوا بيقولوا للخليجيين إحنا بنحميكم مقابل البترول يعني كانوا حطين المعدلة كده بينما الحقيقة ما كانتش كده هم كانوا بيبتزوا الخليجيين يعني الأمريكان بيبتز الخليجيين ويجي ياخد منهم الفلوس اللي باعوا بها البترول للدول التانية ياخد منهم الفلوس يقول لهم اشتروا بيها سندات وأزونات خزانة أمريكية يعني الخليج ما بيبقاش معاه أي نقد ما بيبقاش معاه أي فلوس فائد الفائد كله بيدفع فيه أزونات الخزانة وسندات خزانة أدوات الدين الأمريكية يعني باختصار بيقول لهم سلفونا الفلوس اللي بتفيد معاكم ويريد بيسكتوا بقى على كده يا بالشباب أمال إيه اللي بيحصل اللي بيحصل أنه بعد ما بيستلفوا الفلوس من السعودية بالذات وأتحدث عن السعودية بالذات بييجوا بعد كده يغرقوها في معارك زي المعارك مع الحوثيين فتيج السعودية عايزة تشتير سلاح عشان تضرب الحوثيين فما تلاقيش عندها نقد يكفي وما تلاقيش عندها فلوس تكفي إن هي تشتير سلاح ترجع للأمريكان الأمريكان يقول لهم لا خلاص إحنا بعنا لكم أزونات الخزانة دي وما تقدرش تستردوها إلا بعد ثلاثين سنة لو لقيتوا حد يشتري منكم روحوا بعيولوا لو ما لقيتوش يبقوا ممكن تقترضوا من البنوك الأمريكية وبالتالي أمريكا أخدت الفلوس السعودية وأعادت يعني أخدت الفلوس السعودية في شكل أزونات وخزانات وسندات وكذا ورجعت تقرضها للحكومة السعودية مرة تانية فتخدها مثلا بفايدة واحد اتنين في المية وترجع تقرضها للسعودية بستة في المية فعشان كده أنا طبعا بدي لك نسب تقريبية ممكن الحقيقة تكون أسوأ من كده بكتير فأمريكا بتدفع فايدة اتنين في المية وبعد كده بتاخد رصادها مثلا فايدة أدها مرتين تلاتة فأمريكا كأنها بتاخد الفلوس وبتاخد فيها فوايد كمان يعني بتهلك الثروة السعودية بهذه الطريقة والسعودية والخليق في الوقت ده ما كانش فيه صراع عالمي وما قدامهمش أي شيء غير إنهم ما يوفقوا واللي تمرد الأمير تمين بتاع قطر عملوا عليه الحصار اللي انت شفته يعني ترامب بسلط عليه السعودية وسلط عليه الإمارات وكانوا عايزين يعملوا غزو على قطر لولا التدخل التركي والدعم الروسي اللي خلى المخطط ده فشل فالخلاصة كان من مصلحة الأمريكان إن الحرب بين السعودية وبين الحوثيين لا تنتهي أبدا فبالتالي طنما السعوديين بيحربوا في الحوثيين هيفضلوا محتاجين لسلاح وعايزين يجبوا جنود مرتزقة عايزين يدفعوا فلوس للمرتزقة كمان وبالتالي هيحتاجوا فلوس وفلوسهم الأساسية أعطوها للأمريكان في صورة قروض وبيرجعوا عشان يغطوا المصاريف بتاعتهم يرجعوا يستلفوا الفلوس بفايدة أعلى زي ما شرحت لك الموضوع ما سكتش على كلا كمان ده لسه كمان الأب والبغل بالذات طبعا البغل بيصرف على هيئة الترفيه وبيصرف على الأمن بتاعه وبيصرف مصاريف جمده يعني خراب في خراب وأمريكا والبنوك الأمريكية هم اللي مستفدين من الموضوع ده بيستلفوا من السعوديين بفايدة 2% أو 1% أو أكثر قليل أو أقل قليل ويرجعوا يدلهم يرجعوا يعملوا لهم إعادة إقراض بأربع أضعاف أو بتلت أضعاف الفايدة اللي هم اخترضوا بيها بالأساس يعني الفلوس السعودية بتوعب في أمريكا بتتآكل بمعنى كلمة بتتآكل خلاصة الشوية اللي فاتوا دول أن أمريكا كان من مصلحتها أن الحرب في اليمن لا تحسم لأنه طول ما الحرب شغالة هي الأمريكان عملين يشربوا في دماء الخزينة السعودية وبعد كده يا أبو الشباب جات الصين خدت خطوة إيجابية وبدأت تصلح بين إيران وبين السعوديين والأمريكان استشعروا الخطر يا أبو الأبطال بقى ده كمان غير المشاكل اللي بتحصل بين الإيرانيين وبين الأمريكان في الخليج وفي بحر العرب وفي خليج عمان وفي مضيق باب المندب وتحتيه شوية وبتسلط عليهم الحوثيين وفي المحيط الهندي طبعا في ناس هتقول لي الأمريكان والإيرانيين حبايب أقولك مش حبايب أبدا أقولك في قاعدة في السياسة هم الاثنين أعداءنا وهم الاثنين مجرمين وهم الاثنين لصوص لكن هم الاثنين أعداء برضو في قاعدة في السياسة بتقولك ليس كل أعداءك أصدقاء يعني ممكن يكون بينهم خلافات لو أنت تفهم طبيعة الخلافات ديت وفي قاعد يعني مخه كبير زي أردغان كده ممكن يستفيد من طبيعة الخلافات اللي بين الأعداء لذلك من المنطق أن أنت تستنتج أن الحرب في اليمن هتخلص عما قريب أنا قبل سنتين قلت لكم حرب اليمن هتخلص عما قريب برضو بسبب الصراع العالمي لكن التقلبات العالمية اللي راحت هنا وهناك عرقلت الموضوع وأنا أعتقد الوقتي اللي أنا قلت لك من قبل حرب اليمن هتخلص والسيسي راحل راحل بدون شك وبشر الأسد هو على المحك لأن ده أكتر واحد بيستفيد من الصراع العالمي الوقتي لكن ممكن دوره يخش فيه الموضوع ده وممكن تبقى كرسى كبيرة فوق دماغه حسب حجم المعركة هيتوسع قد إيه وحسب حجم التفاهم التركي الروسي مع المعارضة السورية اللي في الشمال هيكون قد إيه وفيه ضوابط كتير للمسألة وفيه التدخل الصهيوني الإسرائيلي وفيه حسابات كتير فبشارك من المعدلات حواليه كتير يعني الأمريكان عايزين يخشولوا من الأردن والصهيوني مستعدين أنهم يدفعوا بهذه الطريقة ويساعدوا الأمريكان في الموضوع ده ومن ناحية تانية قوات إيرانية مسلحة تسليح كبير جدا متمركزة هناك وكمان قواته دعم بيجي من العراق والدعم اللي بيجي من العراق أصله بيجي من إيران فالدعم كمان شغال وبعدين الروس المتواجدين كمان في سوريا فالسوريا فيها صراعات جمدة وبشار الأسل هو بيستفيد من هذه الصراعات لكن فجأة هتلاقيه وقع بين التفاهمات يعني مش لازم يقع بشكل عسكري ممكن يقع بشكل تفاهمات هتحصل بين الروس والأمريكان أو بين الروس والمعارضة السورية في الشمال السوري أو بين الأمريكان والمعارضة السورية في الشمال السوري أو بين أي طرف من هذه الأطراف هتلاقي بشار عموما مش موضوعي موضوع بشار الوقت لكن هو بيستفيد لحد اللحظة اللي احنا فيها ديت من الصراع العالمي والأمر واضح وانت شفتوه دعوه قبل كم أسبوع كده ولا كم شهر دعوا لي القمة بتاع جامعة البغال العرب وكده ده بيوضح لك ان هو فعلا بيستفيد الوقتي من الصراع العالمي لكن خليني انتقل الى المناطق اللي هي ساخنة وهتزداد سخونة اول شي الامريكان طبعا هم عندهم اهم نقطة مسألة ان هم يضمنوا ان ايران متقدرش تغلق مضيق هرمز خليني اجيب لك خلاصة الخلاصة عشان نخلص من الموضوع التمركز العسكري الامريكا بتعمله في الخليج هدفه في الاساس تحجيم ايران وان هم يقصوا اظافر ايران لان هم خايفين من حاجات كتير اول شي زي ما قلت لك من قبل ان هم ممكن يكونوا نويين يخلصوا لبنان من حزب ايران اللبناني اللي هم مسمينوا حزب حزب الله تسمية طبعا زور مش في محلها وممكن يكون دا شرط سعودي اصلا انتوا عارفين قبل كم يوما اعملت لكم فيديو ولتلكم السعودية بتناشد رعاياها ان هي تغادر لبنان فورا ابقى رجعوا الفيديو فده واحد من ضمن الامور يعني هم عايزين ينفردوا بحزب ايران في لبنان ويقولوا له يا اما انك انت تندمج مع الجيش اللبناني وتمشي تحت قيادة الدولة اللبنانية اللي هي في النهاية تبقى قيادة تحت الغرب يا اما هيبقى الحل عسكري وبالتالي عايزين هم يوقفوا ايران عند حدها لان ايران عايزة طبعا تدعم حزب ايران في لبنان فتعمل ايه ممكن تغلق مديق هرمز او بتهدد بالموضوع ده او ممكن يكونوا الامريكان ايه دخلين يعني في حرب شاملة او نويين يخشوا في حرب شاملة ضد المجوس ودي ما تستغربهاش يعني هم ما بيتحاربوش دائما ودائما بيتفقوا على اهل السنة لكن يا ابو الشباب الوضع مختلف الوقت زي ما قلت لك من قبل انه الواتي السعودية بتضغط على الامريكان وعندها القدرة على انها تضغط على الامريكان بسلاح البترول التمركز العسكري كمان يا ابو الابطال اللي هو امريكا بتعمله في الخليج وطبعا هيغطي حوالي 3-4 مليون 5 مليون كيلو متر مربع يعني هيغطي البحر الاحمر وهيغطي خليج عمان وهيغطي الخليج كله بشكل عام الخليج العربي كله وهيغطي لحدها هيغطي اجزاء من المحيط الهندي كمان يعني امريكا عايزة تغطي المنطقة دي كلها كمنطقة ايه كمنطقة حرب يعني مش هتحارب انما بتتمركز عشان تخوف اللي قدامها وتقول له لا تبدأ بالحرب خد بالك ان الموضوع ده كمان بينعكس على السودان وممكن يكون هدفه هو دعم الجماعة المتمردين في السودان على الجيش السوداني ده كمان ممكن يكون من اهدافه او ان ما كانش فيه دعم على الاقل يوقفوا اي احتمالية ويخلوا ايران لا تفكر في ان هي ايه تقدم اي دعم ضد النفوذ الامريكي في المنطقة وممكن كمان يكونوا نوين صفوا الحثيين يعني فيه امور كثير ممكن ايه تكون حصلة وخد بالك ابو الشباب لو الموضوع بهذا الشكل ممكن الموضوع يرتبط بحرب شاملة كمان في افريقيا يعني من شرق افريقيا لحد غرب افريقيا ودي ما تستبعدها شابو الشباب برضو لازم تحطها في الحسبان الخلاصة يا ابو الابطال التمركز العسكري الامريكي هيعمل تغيرات مهمة جدا في المنطقة وانا اتمنى تكون من ضمن هذه التغيرات ان شاء الله الاطاحة بكلب الصهينة المخلص السيسي وكمان الاطاحة بها يعني معظم الانظمة الانظمة التي لن يتم الاطاحة بها هتضطر ان هي تغير من التعامل بتاعها لان انا عايز اقولك شيء مهم جدا كل جريمة بتحصل في اي بلد عربي تأكد ان منبعها الصهينة وهدفها بتحقق عدة اهداف الهدف الاول افقار الشعوب والهدف التاني نهب ثروات الشعوب والهدف التالت عملية تبغيض الشعوب للحكومات والحكومات دول حكومات مجريمين في منتهى الاجرام وهم في الحقيقة مش حكومات هما كلاب حراسة للامريكان وكده فبيحققوا اهداف كثير فروسيا الوقتي يعني بتلبس ثوب الواعظين بتفكرني بالقصيدة بتاع شوئي ايه خرج السعلب يوما في ثياب الواعظين فالخلاصة روسيا هتخفف الى حد ما وهيبقى الصراع الروسي الامريكي هيبقى في هذه المنطقة وبالتالي احنا ممكن كشعوب عربية ناخد فرصة ان احنا نتنفس شوية وعلى الله سبحانه وتعالى التسهيل الله يضربهم في بعضهم البعض ان شاء الله والسلام عليكم